اهلا بحضراتكم من جديد والازمة شغالة يعني اتمنى ان يعي مسؤول اتحاد الكرة وقد سكن العناد الرؤوس ان المسألة ما هيش ابدا لمصارعة زراعين ولا مصارعة حرة احنا بنتكلم على وضع اداري يحتاج للانضباط بنتكلم على حقوق قانونية بتنظمها جداول ولوايح لا اكثر ولا اقل لجنة المسابقات حطت جدول اتبعت للانضية ارجوكوا لتزموا بي ما حصلش اي لقدر الله مكروه عشان اجيب ده مكان ده واحد من اللي تحدثوا عن هذه الازمة باعتبار ان هي بادية اساسا من لجنة المسابقات وابوها وامها عند الحج عام الحسين اللي تكلم عن هذه الازمة اسبابها وهل الاهل منصف ولا مش منصف هل الاهل موقفه سليم ولا مش سليم اللي استاذ مازم مرزوق اللي كان رئيس لجنة المسابقات سابقا وما كانش حتى وهو بيدير لجنة المسابقات كلكم فاكرين على وفاق مع النادي الاهلي عشان نقول موقفه مجروح او بيجامل الاهلي في هذا الرأي رأي مبارح في النيل للرياضة نسمعه هل بتشعر ان بعض الاندية عاملة ازمة من غير لازمة ازاي ما بيقولوا اه انا قلت في الاول النادي الاهلي اه معلوش ازم اه يعني رغم ان القصة دي كلها اه معمولة ان مباريات تاعت الاهلي هي اللي مؤجلة وهي اللي عامل القصة دي اه النادي الاهلي معمولة حي الغلط لاعب معظم مباريات لا هو لهما اجلوله مباريات اه هو طلب فالتحاد الكورة اجله اه او هو ما طلبش فالتحاد الكورة اجله برضو فدي خطأ اتحاد الكورة ومعمولة حي الغلط هو بيقول يا جماعة انا عاوز استراع مثلا لو طلب انا عاوز استراع في المطش ده فانت انت شايف ان اتحاد الكورة مسابقتك مضغوطة وبتاقول لا صحيح النادي الاهلي حيلتزم والنادي الاهلي بيلتزم دايما بالقصص دي لكن انت الان النادي الاهلي ما عندوش خطأ اللي خطأ خطأ الاتحاد الكورة انت عملت مباريات غلط اه اجلت المباريات وانت عارف ان الموسم مضغوط وعندك اتنين بطولة افريقيا وعندك بطولة عربية يعني خبالك خروج الاهلي والزماجر بطولة العربية والاسماعيلي ريح الدور كتير صحيح عدم فوز الاهلي بالبطولة الافريقية وروحه وكاسة عرب من الاندية فرق كتير وقولك هتبقى المؤجلات لا تنتهي يعني هو لمس بسرعة كده قال لك الاهلي دائما نستجيب ما هو الاهلي فعلا ما علقش على جدول الاتحاد هو علق على التعديل الغير مبرر اللي طلب تفسيره ولم يجد اي تفسير فبلاش عناد ما فيش حد بيستقوى هنا بالعكس انت اللي عايز تظهر انك تقدر تقول الاهلي ايه اعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا بدون منطق بلا منطق السعرات قوة مالوش محل من الاعراب مش مطلوب انت يا سيدي المفروض ان انت الاقوى والاهلي يهموا ان انت تكون الاقوى زي ما يكون اي بيت فيه راجل كل الناس عايز الراجل ده يبقى اقوى واحد في البيت مش من مصلحة حد ان يبقى مش اقوى واحد بس كمان ما يبقاش نوع من التحكم اللي يفقدك منطقك وحيادك مش عايز اقوله حيادك والله وحيادك عندي حيادك عندي طيب ده رأي الستاذ مازم مرزوع في كتير من السادة الكتاب اللي بالتأكيد لافت نظرهم قوي اللي حاصل في القرة دلوقت وشفنا الاسبوع اللي فات ساسفروه جويدة هذا الكتب الصحف الكبير والشاعر الكبير دايق جدا اللي بيحصل في الوسط الكروي وهذه الازمة وكتب فيها وشفنا الاساس جلال عارف كتب فيها مقلتين وكاتب النهاردة المقالة التالتة اللي هنعرضها لحضراتكم كمان في المصر اليوم النهاردة الاساس نبيل عمر في مقالة مهمة ليه بعنوان الاهلي والخروج على القانون مدام الناس شايفة ان الاهلي مستقوي قوي وخارج عن القانون بيستعرض الاساس نبيل عمر خروج الاهلي على القانون بيقول خطعا الاهلي ليس على رأسه ريشة ولا يجوز ان نسمح له بذلك والاهم انه لم يطالب ابدا بتلك الريشة اللي تتصور البعض وجودها لأسباب خاصة بقدراته على الرؤية والفاه صحيح ان الاهلي حسب تصنيف مجلة فرانس فوتبول هو النادي العربي والافريقي الوحيد بين اكثر انديت العالم نجاحا على كوكب الارض وجاء في المركز الحادي والعشرين في قائمة الثلاثين العظماء والفرانس فوتبول ليست فقط اشهر مجلة رياضية في العالم بل هي رقم واحد في التقييم والاحصات والاستفتاءات الرياضية ولها مصدقية لا يعادلها فيها اي مصدر اخر وبيقول الاساس نبيل عمر وبالرغم من هذا لا يجب ان نميز الاهلي باي طريقة عن اي ناديم مصري اخر حتى لو كان مركز شباب في الخضوع للقانون واللواح لان اي تمييز في القانون هو اهدار لقيم العدالة والمساواة وايضا تفوق الاهلي لا يجوز ان يكون سببا في التربس له والعمل على الايقاع به ايوا وادخاله في متاهات المشكلات بيقول الاساس نبيل عمر ما دون اقولنا الاهلي مش على رأسه ريشة وزيه زي اي مركز شباب وما ينفعش يتميز على اي نادي صغير يبقى كمان تفوق الاهلي لا يجوز ان يكون سببا في التربس له والعمل على الايقاع به وادخاله في متاهات المشكلات والازمات التي اعتاد الشرع الرياضي ان يحيى فيها وبها لان جزءا كبيرا من العاملين في منظومة كرة القدم المصرية لا يتنفس ولا ينتعش ولا يحتل مساحات هائلة في الاعلام جدلا وصخبا وشوشرة الا بافتعال خناءات وقصف الاخرين بها او المشي في الممنوع وتحدي التقاليد والاعراف واحيانا القانون يعني عايزوا لهم الاهلي خلي فتو اعرف الاهلي هو بيشغل حيس كبير في الفضاء الكروي شغله ببطولاته ونجاحاته وانتصاراته ومكانته الدولية هناك اخرون لا يشغلون اي حيز الا بكل هذه الشوشرة وهذا الصخب وهذه المشاكل وهذه الازمات وافتعال كل هذه المشكلات ده رأي الاستاذ نبيل عمر بيقول الاستاذ نبيل عمر وفعلا الاهلي نادي غيز فهو يمضي عكس التيار الشائع حتى انه حقق بطولتين قرتين في عامين من اعوام مصر العجاف بعد كارثة استاد بور سعيد التي لقي فيها 74 شبا مصرعهم بطريقة مبيتة ومنظمة وكانت بطولتاه عملا مستحيلا في تلك الظروف ولا يعني هذا ان نضع للاهلي تاجا فوق القانون لا فقط علينا ان نحترمه ونقدره حسب مكانته وتاريخه ودوره وحجم مشجعيه واعضائه وقد تعجبت كل العجب من ازمة مباراة بيرامدز التي تضخمت بفعل فاعل الى كرة ملتهبة دونما سبب او منطق لمجرد كسر ارادة الاهلي حطت تحت دي اي خطوط انتو عايزينها كل الهدف كسر ارادة الاهلي ونبيل عمر كان صادق ووضع جدا فيه هي دي الكلمة الحقيقية للي بيحصل كسر ارادة الاهلي هو دا المطلوب وكسر ارادة الاهلي المنطق اديكوا شايفينه والجداول اديكوا شايفينها والتعدلات بتحصل لغاية النهاردة لو ان الاهلي يطلب طلبا غير متفق عليه مارس معاه هذه اللعبة لكن دا بيقول لك انت اخترتني وانا متمسك باللي انت قلتلي عليه وعرقلت مسيراته من حق نادي بيرامدز ان يتمتع بفرصة متكافئة في سباق الدور العام وان يرفض اي اخلال بهذا المبدأ خاصة وهو دور محترفين يتجوز الانفاق عليه الملياري جنيه وهي استثمارات تدفعها الاندية وتنتظر عائدا او مقابلا لها وإلا صار انفاقا مهدرا في الهواء وبيرامدز انفق ما يقرب من مليار جنيه وحده اي نصف انفاق الاندية المصرية مجتمعة في صناعة فريق قوي قادر على المنافسة بقوة على البطولة وربما كان يأمل مستثمروه في الفوز بها من اول عام باسمه الجديد بديلا عن الاسيوطي وشيء طبيعي ومنطقي ان يستجيب اتحاضر الكرة للطلب بيرامدز لتأجيل مباراته الثانية في الدوري العام الى ما بعد ان يلعب منافساه الاهل والزمالك مباراتهما الاولى لكن وهو يفعل ذلك لا يجوز ان يتجاهل الطرف الثاني في المباراة وهو الاهلي وهو الاهلي وكان يجب ان يرسل له خطابا يشرح فيه الاسباب التي دفعته الى تأجيل المباراة الى موعد لاحق حتى ينظم الاهلي اموره الفنية والبدنية وفق التعديل الجديد وان كانت دي مش مربط الفرس هي مربط الفرس ايه الاصرار ان ده نلعب الكاس في دي هو ده مربط الفرس وبيقول الاستاذ نبيل عمر الحكاية لا تحتاج الى عقد جلسات بين رؤساء الاندية لتعديل موعد بعض المباراة فرؤساء الاندية يديرون كيانات كبيرة لمباراة في كرة القدم ولم تكن التعديلات تحتاج اكثر من ممثل الجهاز الفني لكل فريق يجري تعديل مباراةه للوصول الى اتفاق او يجري تعديل مباراةه للوصول الى اتفاق يرضي جميع الاطراف من هنا نشأت الازمة او جرى صناعة ازمة من الهواء فالتحاد الكرة لأسباب خاصة بشخصيته ومخاوفه وهو يدعو الى اجتماع رؤساء الاندية لم يقدر على تجاهل رئيس نادي الزمالك لم يقدر على تجاهل رئيس نادي الزمالك الموقوف عن ممارسة نشاطه الرياضي للنادي بقرار صادر من اللجنة اللونبير المصرية والاتحاد الافريقي وكان مستحيلا ان يقبل الاهل حضوره بالمخالفة للقانون ومن المؤكد ان رئيس اتحاد الكرة ومديره التنفيذي الذي تحيط تصريحاته علامات استفهام يعلمان الاسباب علم اليقين ومن المؤكد ايضا انهما تابع الفيديوهات التي يبثوها رئيس نادي الزمالك ويهيم فيها مجلس ادارة الاهل فكيف يقبل المجلس المهان الجلوس مع من يهينه في اجتماع عام ده تساول الأستاذ نبيل عمر اذا اتحاد الكرة هو الصانع الازم من الالف لليار مشكلة دي انتم اللي عملتوها وزاد طينا بلة ان اتحاد الكرة استجاب لطلب بيرامدز بتأجيل مباراته في الدور مع الاهل وهذا حقه واضاف اليه ان يلعب الاهل مباراة الكأس بدلا منها وهو امر غريب جدا كما لو ان بيرامدز هو الذي ينظم بطولات اتحاد الكرة الأستاذ نبيل عمر في المصر اليوم خلاصته اللي انتم بتعملوه ده معناها ان النادي بيرامدز هو اللي بنظم مسابقات الكرة مش انتم انتم اللي عملتوا المشكلة من الالف الاليار اتعالي ان اتوقف بس اللحظة في الفطرة ما بين الاجتماع الغير قانوني وقزمة انسحاب الاهل الذي لم يشغل اتحاد الكرة نفسه للحظة ان يجيب حق النادي الاهلي من الاهناتة التي كيلت اليه ولا يستنكره حتى مجرد استنكار ملاش يجيب حقه وكأنها جات على الهواء لكن هي دي قعد عشر طيام عشر طيام مفيش كلام اكتر من ان خلاص الدوري حناجل لبيرامد والاهلي قال خلاص والدنيا مش ايته وفجأة يبعث لك جواب فجأة يقول لك اصل الانديا قالت الاهلي وبيرامد الانديا قالت الاهلي وبيرامد يلعبوا يعني انا اقدر احدد اجيب الانديا تحدد مطشات الزمالك وتحدد مطشات البيرامد وتحدد مين قال الكلام ده بيقول الاستاذ نبيل عمر كما لو ان بيرامد هو الذي ينظم بطولات اتحاد الكرة نكاية في الاهلي نكاية في الاهلي الذي اعلن رفضه ان يلعب مباراة الكأس في نفس موعد مباراة الدوري ودون جماهيره حسب الاتفاق المعمول به لان بيرامد بلا جماهير وبيقول الاستاذ نبيل عمر ختاما شي مدهش ان يعقب الاهلي لانه رفض الخروج على القانون انتو بتعقبوا الاهلي لانه رفضوا الخروج عن القانون وصان قرارات الاتحاد الافريقي واللجنة الولمبية من الدهس بالاحذية ثم يحاول اتحاد كرة القدم لي عنق الاهلي استجابة للطلب بيرامد بلاعب مباراة الكأس انتو عايزين تكسروا رقبة الاهلي لي عنق الاهلي استجابة لطلب بيرامدز عايزين تكسروا ارادة الاهلي استجابة لطلب بيرامدز انتو اللي عملتوا الازمة وبيرامدز هو اللي بيدير المسابقة ده مش كلامنا ده كلام في المصر اليوم النهاردة بمقالة الاستاذ نبيل عمر الكاتب الصحف الكبير في الاهرام واتمنى كل نقاط هتكون واضحة للجميع بيضيف وسط تصريحات من متحدث اعلامي يستهويه لعب دور المدافع عن نديه فلا يكف عن متحدث الاعلامي لبيرامدز يستهويه لعب دور المدافع عن نديه فلا يكف عن اثارة الاهلي والحط من قراراته والتعليق على تصريحاته كان يمكن ان تمر مسألة تأجيل مباراة الدوري بين الاهلي وبيرامدز مثل الايام الرتيبة لكن كيف يحدث ذلك دون افتعال حرب بان يلعب الاهلي مباراة الكأسة منصاعا لرغبة بيرامدز كده وبيرامدز نفسه نتوء ظهر فجأة حاجة نتوء ظهرت فجأة لاسباب تتعلق بالاهل في الاساس متخفيا وراء الاستثمار الرياضي صحيح ان النادي الاهلي يتبع في نشاط كرة القدم اتحاد الكرة وعليه ان يلتزم باللوائح التي يضعها ويخضع للنظام التي او للنظم التي يسنها لكن بشرط ان ينصع اتحاد الكرة نفسه للقانون ولا يصدر قرارات حسب مزاج البعض على حساب البعض وختاما للاستاذ نبيل عمر ان محاولات شيطانة الاهلي ليست في مصلحة الكرة المصرية ولا الرياضة المصرية في عمومها والتي يحتل منها النادي الاهلي المركز الحادي والعشرين في قائمة اكثر اندية العالم نجاحا ده نبيل عمر في المصر اليوم اول حقيقة راتب راتب المقالة بشكل اللي مش متابع حيقدر يفهمها ملخص الاسباب من وجه نظره تلخيص مرتب جدا جدا لكن هي صدفة انه استاذ جلال عارف كمان كتب في هذا الشأ استاذ جلال عارف واللي من لا يعلم نقيب الصحفين السابق واحد من اصحاب الضمير المهن اليقظ والوطن الحقيقي واكتر من مرة تعرض لما يحدث في الوسط الرياضي من منظور الحرص على المصلحة العامة فكتب النهاردة كمان في الاخبار في عموده في الصميم لم يعد ممكننا التعليق عنوانه اوقفه هذا التهريج وبيقول لم يعد ممكننا التعليق الجاد على ما يجري في الساحة الكروية عندنا مش هنقدر نعلق بجدية يعني اللي بيحصل ده ما ينفعش ان نتكلم كلام جد عليه بعد ان وصل التهريج الى مداه ووصل العبث الى حد يسيء لكل ما هو جميل في الرياضة ويستفز الملايين من عشاق الكرة في مصر ولا ازيد حتى لا يتصور بعض الصغار انهم قادرون على ان يكونوا كبارا بهذا التهريج المستفز بالمناسبة لأستاذ جلال عارف من بورس عيد عشان محدش يتهمه انه ممكن يكون راجل منحاز للاهلي لكن صاحب قلم حر والرؤية دايما وابدا فيها نوع من الحرص على المصلحة العامة بعمق حالة التهريج السائدة هي في البداية والنهاية مسؤولية اتحاد الكرة نفس رأي نبيل عمر نبيل عمر قال لهم انتوا اللي عملتوها انتوا اللي عملتوها لكسر ارادة الاهلي اجتماعه واسالا دي هل بدون مبرر طلب عادي جدا لهم الاهلي ما عندوش غلط لا يعني الموضوع ابتدت ازاي بطلب عادي جدا في رميد بيقول اجلوه لي ماتش لحد الاهلي زمالك ملعبه موضوع بسيط الاهلي وافق والاتحاد نفذ لا يعني ما كانش محتاج ان احنا نعمل له اجتماعه واسالا دي ونلهي بالامور ونوصلها الى ما وصلت اليه دولي الاستاذ جلال عارف حالة التهريج السائدة هي في البداية والنهاية مسؤولية اتحاد الكرة والتحاد الكرة للأسف الشديد يبدو كالتائه في المولد والمولد صحب غائب في الاصل على الاقل منذ فضيحتنا في منديال موسكو التي يعرف الجميع اسبابها ويغلقون الباب امام المحاسبة المطلوبة والتي كانت كافلة باجتساث اسباب الفضيح وبمعاقبة المتسببين فيها وبفتح صفحة جديدة للكرة المصرية ليس فيها ادارة خائبة ولا بلطجة تنتقل من قيادات بعض الاندية الى مدرجات الملاعب وبالعكس ليس فيها ادارة خائبة ولا بلطجة تنتقل من قيادات بعض الاندية لمدرجات الملاعب والعكس وليس فيها قواعد لا تطبق او اموال تعربت بلا ضابط او رابط او اموال تعربت بلا ضابط او رابط وليس فيها من لا يعرف ان الاهل والزمالك والمصر والاسماعيل وباقي الاندية الجماهيرية هي روح اللعبة وهي اكبر من اندية واهم من ان تترك بدون دعم حقيقي في مواجهة البلطجة التي تتلعب بالقانون وتتسلح بالاموال المشبوهة واضح ان اتحاد الكرة اضعف من مواجهة هذا التهريج وان الاجهزة التنفيذية بقيادة وزارة الرياضة لا تملك السلطة الكافية للتعامل مع ازمة الكرة المصرية بحكم القوانين المحلية والدولية وواضح ايضا ان اعدات العرب لا تغني عن سلطة القانون والنتيجة ان يسود التهريج وان يستمر مناخ الاستفزاز من اجل المزيد من الاحتقان وان تظل الحماقة وان تظل الحماقة التي تتصور ان طول اللسان او كثرة المال يمكن ان تحكم الكرة في مصر كان من الممكن ان نعتمد على المزيد من صبر الناس على المكروه في ملاعب الكرة لكن امامنا نهائيات افريقيا بعد بضعة شهور وامامنا اكثر من هدف فعلينا ان نسعى لاحراز البطولة وعلينا ان نحسن التنظيم لتكون البطولة الاجمل في تاريخ القارة وعلينا ان نجعل من البطولة عنوانا رياضيا لافريقيا في الدورة التي ترأسها مصر وتريد ان تدعم فيها كل جسور المحبة بين شعوب افريقيا والشراكة بين دولها وبيقول الاستاذ جلال عارف كيف نفعل ذلك في ظل هذا التهريج الذي يسود مناخ الكرة في مصر وكيف نمنع من تسببوا في كارثة مونديال موسكو ان يكرروا ما فعلوا في عرص الكرة الافريقية اوقفوا التهريج من فضلكم ثم تعالوا لنتحاسب على كل هذه الاخطاء والخطايا ده الاستاذ جلال عارف في الاخبار طيب بس الاول فضل هو يعني كل يعني هو لمس على الداء واسبابه و لكن اهم ما كتبه نحن مقبلون على تنظيم بطولة للامر تتواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي للاتحاد الافريقي وواضح ان الاراضة السياسية مهتمية جدا بانجاح هذا الامر طبعا رئيس الوزراء يعني بنفسه بيشرف على كل شيء واضح كمان ان احنا مش مهيئين المناخ اللي يحاول هذا الامر الى بهجة ما هونت عشان تنجعش ايه استاذ براعيم كاس العالم روسيا بكل مشاكلها الدولية والحصار والعقوبات والخليفات مع امريكا والخليفات مش عارف مين ومسندتها لنقاط التهاب في العالم بكل مشاكل دي كانت حريصة على حاجة واحدة بس ان تحول كاس العالم في روسيا الى مصدر للبهجة كان كل التخطيط كيف يتراقص الشعوب ويندمجوا وينصاهروا في الشوارع مستمتعين مش بالمباريات بمجرد انهم بيلتقوا بمجرد انهم عايشين في شوارع روسيا يستمتعوا بحضارة روسيا هذا هو النجاح ماذا نقدم نحن نقدم اسوأ مناخ يمكن ان تنظم فيه هتعمل ملاعب عشرة على عشرة وحتد تفرض عن الناس اللي تخش وتخرج انها تكون ملتزمة حتى لو كتكدست المدرجات وانا بدأت اخشى من عدم تكدسة لكن فين شعور بالبهجة فين ازاي تحول هذه العرص الى منبر للصدقات المصرية الافريقية كما هو مخطط لهذه الدورة ان تكون فين احنا نصدر حضارتنا للناس اللي جايها ونقول لهم احنا بنقدم لهم اسوأ نموذ احنا بنقدم لهم اتحاد افريقي بيعاقب شخص عملينه نباجل فيه ونكرمه ونديله كل الادوار اللي ممكن يسيطر بيها وعندما يحتاج النادي الاهلي على هذا لا يجد الى التعنت والترصد يا جماعة الموضوع لازم كلنا نبقى مسؤولين فعلا الموضوع مش موضوع ماتش كاس انت مش هتخرج منتصر ان يتقال فلان وفلان 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 دول اللي ايه كسروا ارادة النادي الاهلي هو ده هدف ايه الهدف ده ايه الهدف ده طبعا النادي الاهلي هيقولك مسلا مش لاعب هتيجي تقوله ما تلعبش افريقيا هو ده الهدف بقى انك تطير تاريخه كمان مش تطير بقى بتكساره ده انت بتكساره بالمعنى الحارفي لا تسحب الرغص خف مكانك بقى في تصورك ده لا يمكن يعني يكون هدف غير غير معلن من اتحاد الكورة اي هدف شيطاني ده انت جاي تبعتلي تقولي الرغصة ومش الرغصة ايه ايه التلميح العجيب ده تهريج تهريج زي ما الوسط وبعدين وبعدين الاهلي برضو واضح انه دارس المضوع قانون بيقولك انا متمسك باللي انت اعلنته لقى الانسحاب ولا وبعدين هو ابتدى المسابقة والريدي خلاص حتى راح اديه انا اشتركت معاك انا ممكن اجي في مبارة ملعبهاش اوصل متأخر عن الملعب ممكن دي كل حاجات دي تحصل يا جماعة الموضوع والله ما يستحق يا جماعة التاريخ التاريخ والله العظيم حيذكرنا واحد واحد وبالإسم احنا هنتعرض للتاريخ هنتعرض للتاريخ لكن عشان نتعرض للحاضر الاول المهندس هاني ابو ريدا شأن مجموعة من قيادات الكرة دلوقتي بدأوا في عصر الدكتور عمينة معمارة اذكر في بداية التسعينات مع تولي الدكتور عمينة معمارة رئاسة المجلس الاعلى للشباب والرياضة يعني زي وزير الرياضة دلوقتي بدأ بدورة الالعاب الافريقية سبتمبر واحد وتسعين تقريبا قد تحدي صعب جدا لاستكمال المنشآت الرياضية علشان مصر تنظم هذه الدورة في معادها ونجح في ده بشكل كبير وتقريبا من دورة اتنين وتسعين بدأ في تقديم عدد كبير من الوجوه الادارية الجديدة كانت خلاص الساحة الكروية شاهدت وجوه كتيرة كبيرة قادة الكرة في مصر لسنوات طوال محمد احمد علي رحمة الله النائب محمد احمد الدكتور حسن عبدون واخرين كتار رأس الاتحاد فيما قبل الفترة دي بدأ الدكتور عمينة معمارة يقدم وجوه جديدة شفنا الكابتن سامير زاهر شفنا الكابتن حازم الهواري شفنا المهندس هاني ابو ريدة شفنا المهندس الدكتور عفت عبعظيم في اسماعيلية وعدد كبير من اللي تقدر تقوله جمعوا ما بين العلاقة بكرة القدم و علاقتهم كرجال اعمال وبدأ يدفع بيهم للمقدمة اذا هاني ابو ريدة وبقيد عدد كبير من قيادات الحركة الكروية والرياضية انتاج الدكتور عب مينة معمارة عشان كده رأيه النهاردة النهاردة الاتنين رأيه فيما يحدث من هذه العناصر اللي قدمها منذ بداية التسعينات رأيه مهم من بداية التسعينات واللي انت رأيتهم وانا كنت شاهد على كتير من عمليات الاحتضان والتجاوز عن بعض عدم الشروط او عدم توفر الشروط لدى البعض منهم في التراشح تم التجاوز عليها باساليب كتيرة جدا كان بيقتناع الدكتور عب مينة معمارة باهمية تقديم وجوه جديدة هل عب مينة معمارة بكل خبراته وبرؤيته الفلسفية راضي عن ما يحدث الآن من اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدا الرأي اعتقد يبقى مهم جدا نعرفه فيما كتبه الدكتور عب مينة معمارة اليوم في المصر اليوم قال اتحاد الكرة كان لديه الأفضل وقال الدكتور عمارة احب واحترم المهندس هاني أبو ريدا علاقة قديمة احب على المستوى الشخصي والانساني اقرب الناس لي عند عملي كوزير للرياضة هم لواء حرب الدهشوري شخصية لا تتكرر الراحل الحبيب سامير زاهر علاقة به كانت قلبية اكثر منها عقلية المهندس هاني أبو ريدا كانت له محبة خاصة بداخلي حضرات القراء كان رأيي ان رئاسة أبو ريدا لاتحاد الكرة يمكن ان تكون عصرا زهبيا للكرة المصرية ده المفروض كان لكن للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن من فضلك لا تسألني لماذا كده وش اسأل الجماهير الكرة التي خاب أملها في اتحاد الكرة والتي لن تسمع منها رأيا في صالح الاتحاد للأسف أنا بشاهد عليكم من صنعكم لا أعتقد ان هناك من يختلفون على ان اتحاد الكرة برئاسة بريدة كان لديه الأفضل كان يمكن ان يتجنب الصراعات الداخلية والخلافات بينه وبين الأندية والخلافات غير المعلنة بين الأصدقاء قد ترد وتقول انهم مسؤولون عن هذا الجو المشحوم في كرة القدم هذا فيه ظلم للاتحاد خلافات الأهل والزمالك وما دخلوا فيها خلافات الجماهير ماذا يفعل فيها كان يمكنه أن يفعل الأفضل في قطاع الحكام مع كل الاحترام لهم ولكبيرهم ليس عن طريق الفار البداء المضحك الذي حاولوا أن يطبقوه الذي أثار الفيفا ولا بقصة أن الفار على الأبواب ثم يزبط أنه ليس على الأبواب بل غالبا فص ملح وطر في السماء ولا سياسة العناد مع الأندية وفي الطريق لا تنسى لجنة المسابقات التي أساس عملها ومن شو أي الرجل الواحد لجنة عرجاء أو مكسحة دون أعضاء ودون اجتماعات مع احترامي لرئيس اللجنة وبيقول الدكتور عبد المنعم مارا عزيز القارئ ولكن ماذا عن المطب الأخير الجمعية العمومية إلغاء بند 8 سنوات للحفاظ على الجميع بند التسعين عاما أو السبعين عاما الذي لا معنى له بجد بجد أكيد فيه حاجة غلط قلبي مع بريدة أنا متفق مع الدكتور عمين عم مارا كنا نتمنى وننتظر ونأمل الكثير جدا من مواجهة هنا بريدة يقدر؟ آه يقدر كان يقدر؟ مؤكد كان يقدر طب ليه ما عملش؟ هو برضو أرجوك لا تسألني زي زي الدكتور عم منع مارا لأن الحقيقة ما يحدث لا يمكن أن يكون صالح كرة مصرية كان يستطيع المؤنسة بريدة وهو الرجل القوي الذي يأتي بالجميع ويدهب بهم هو صانع القيادات الكروية غالبية اللي معاه في الأغلب طبعا كان يستطيع أن يضع سياسة يلزم بها كل هؤلاء لأن يترك له نفسه لهم يفعلوا به ما يريدوه ده كلام فصل زي ما قال الدكتور عم منع مارا المهندس هاني أبو ريدا كان لديه الأفضل وأنا بصوّب المقولة لازال لديه لازال إمكانية تحقيق الأفضل طبعا هاني أبو ريدا عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا لما يكون مصر على رأس اتحادها واحد من أقدم رجالات الفيفا حاليا ما ينفعش الوضع يكون كده في حاجة أهم في حاجة أستاذ إبراهيم مش بس في الفيفا ده واحد بقى من 24 شخص من مسبحة الفيفا طلتهم الاتهامات صحيح يعني هو أقواء هو الباقي اللي استطيع أنه كان بخبراته أن يكون رقم واحد في المعادلة الكوروية العالمية أو رقم اتنين المهندس هاني أبو ريدا وأنت لديك كل هذه الحيثيات والمصوغات أعتقد من يحاولون الدفع بفكرة العناد هم أكثر من يضرون بقيمته مكانة هاني أبو ريدا من يفسرون شكوى الأهل للاتحاد الأفريقي ضد الاجتماع الباطل على أنه نوع من الإساءة من الأهل لمكانة الاتحاد المصري أو لهاني أبو ريدا في الكاف عليهم أن لا ينسوا تذكيرك بأن بيرامدز هو من سبق الأهل في الشكوى للكاف ضد سياسات وانحيازات وأفعال اتحاد الكرة ورئيسي فتفسير المسألة على أن الأهل لما راح الكاف ارتكب الجرم الكبير والخطيئة التي لا يجب أن تغتفر لا وهو أصلا ارجعوا يومين وشوفوا كان ممكن الآن ما يروحش لو بعد الاجتماع ده حصل اتصال يا جماعة احنا بنستنكر ما حدث واحنا غير لا نقبل هذا وهنعتبر الاجتماع ده ودي ولا نتصفر عنقارات زي ما هم قالوا هم اللي قالوا ده اجتماع ودي زي اجتماع ودي يصفر عنقارات ملزمة إذن الأمر في لدى مجلس إدارة الاتحاد بشأن التصرف في توصيات لجنة المسابقات